يقضي على رائحة الفم الكريهة أين كانت قوتها وما أحكي لكم بنات قد إيش يخفي الريحة أين كانت قوتها وأين كان سببها حتى رائحة الفم أول ما تصحين من النوم رح تروح تماما طبعا أول خطوة مهمة تفريش الأسنان بالمعجون اختيارك للمعجون جدا مهم هالمعجون بنات أنا اعتمدت السببين أول سبب إنه ينظف الأسنان صح السبب الثاني إنه يزيد من لمعتها وبيضها المعجون بنات مثل ما تشوفون بالفحم وهذا لونه من الداخل بعتمدتها يا بنات من سنين وما أغيرها تنظيف اللسان يا بنات ما تتوقعون قد إيش مهم وله دور كبير برائحة الفم ونظافة الفم تستخدمين الكاشطة اللي طلعت بها الصورة أو أي شكل ثاني راح تنظف لك لسانك من قلب وتشيل كل الطبقة اللي على اللسان اللي تسبب الرائحة الكريهة وتسوس الأسنان واللي مهما فرجتي أسنانك رح يكون في رائحة فم بسبب تراكم بكتيريا على اللسان جل اللسان يا بنات ما أعرف كيف أصف لكم الطعم بس جدا مقبول والسعرها مر رخيص 28 ريال بس هذا هو قوامة ما يضايق أبدا الخطوة الثالثة بنات واللي تعتبر جدا أساسيا اللي هي الخيط المائي أو الخيط العادي الخيط العادي تستخدمينه كل يوم أما الخيط المائي تستخدمينه مرة كل يومين عشان ما يسبب لك ضمور باللثة أنا طلبت الخيط هذا بنات من تطبيق نون هذه الجهة اللي جلسة أصوركم إياها جهة تعبئة الموية وبعدين رح تحطين الدرجة اللي تناسبك طبعا أفضل شي تحطين لو اللي يكون دفع الموية فيه بطيء مو مرة قوي ومو مرة يعني بزيادة بطيء بس إنه ينظف طبعا طريقة الشحن رح تشلين الربلة هذي وتشحنين للجهاز طبعا السلك يجي معاه وكل حاجة وهنا بنات أداة التنظيف هي لها روس كثيرة تختارين الراس اللي يناسبك وحين بنات لسقات كريست اللي التبييض أتوقع كثير منكم يعرفها هذه اللسقات بنات مرة تبيض وتغنيك عن جلسات الغالية جلسات التبييض تعتبر غالية فهذه يا بنات تبيض تعطيك نتائج العيادة بأرخص شي طبعا التبييض بنات مو مرة كثيرين يعني كل ما حسنت إن أسنانك صفرت بيضيها مع هالروتين قسم من بالله يا بنات تنسون شي اسمه رائحة فم كريهة وراح تنسين إحراج رائحة الفم الكريهة وراح تنعمين بأسنان نظيفة تاخذ العقل ترجمة نانسي قنقر